أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لإعداد أجيال قادرة على الابتكار ومسايرة التطورات التكنولوجية جاء ذلك خلال حضوره مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية دفعت الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والتي تضم وافدين من عدد من الدول الصديقة والشقيقة وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن عددا من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل يا بلادي يا بلادي تعالينا يا بلادي نمتلك يا بلادي وتعيش يا بلادي واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الاعداد العسكري من المهارات الميدانية المختلفة والتكتيكات الصغرى ومهارات القتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم كذلك قدرتهم على اكتياز وعبور أصعب الموانع من الثبات والحركة والتعامل بجرأة وفدائية ضد الأهداف المعادية ومهارات الفك والتركيب للأسلحة والمعدات تحت مختلف الظروف وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة من أوضاع الرمي المختلفة باستخدام الأسلحة الصغيرة أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق التي تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام واختتمت مراسم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلب المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام وفي ختام طبور العرض العسكري عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الاعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وقام الفريق أول محمد زكي بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الاعداد العسكري بالكلية الحربية وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية ستظل أحد الروافد الأساسية التي تمد مصر بنخبة من خيرة أبنائها الأوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلب الجدد وأسرهم كما هنأ القائد العام الطلبة الجدد وأسرهم بنيل شرف الانضمام لصفوف الجيش المصري العريق بعد انتقائهم من بين شباب مصر لحمل آمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتاريخه الحضاري العريق حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وقبار قادة القوات المسلحة ومدير الكلية الحربية السابقين وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بنصر وعدد من رؤساء وطلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين